60 مليون مستخدم للبلاكبيري في العالم وما يفوق الـ 50% منهم من العنصر النسائي سيفتقدون ميزة استخدام الهاتف الذكي بلاكبيري وذلك بعد الخسارة المادية الفادحة التي لحقت بالشركة منذ عام وتقدر بمليار دولار على إثر الأزمة تم صرف 4500 موظف أي ما يعادل 40% من موظفي الشركة وكان سيتم إقفالها نهائيا إلا أنها اضطرت لتعويض خسارتها عبر تحويل خدمتها إلى أبليكيشن يمكن استخدامها في الهواتف الذكية التالية آيفون، أندرويد، آيو اس، وسامسونج وبذلك وداعا لهاتف البلاكبيري ويبقى فقط تطبيق الخدمة في الهواتف الذكية الأخرى أو لمالكي البلاكبيري سابقا وقد بدأ تطبيق خدمة البيبي في عدد من الدول في العالم في نيوزيلندا وأستراليا وماليزيا وعدد من دول الخليج وفقط لحاملي الآيفون وذلك عبر تسريب النسخة غير الرسمية بينما عطل العمل بها على الهواتف الأخرى وذلك بسبب مشاكل كثيرة ونظرا للإقبال الكثف عليها يجدر الذكر إلى أن البلاكبيري راج في بداية القرن الحادي والعشرين وقفز ليتصدر واجهة السوق العالمية للأجهزة الذكية وكان لاغنى عنه لرجال الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لما يتمتع من ميزات عدة أهمها السرية حيث لا يمكن التجسس على مستخدميه ومراقبة الرسائل ومع توقف شركة البلاكبيري عن إصدار هاتفها الذكي وداعا للسرية وأهلا بأجهزة المراقبة